نظمت وزارة الإعلام بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورة تدريبية بعنوان الإذاعية الشامل والتي تستمر إلى 7 ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 50 إعلاميا من دول مجلس التعاون نعم وتضمنت الدورة محاور عديدة تغطي مفهوم الإذاعي الشامل خاصة في عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي نحو مساعيها المستمرة في تنمية المهارات الإعلامية في مملكة البحرين وخارجها قدمت وزارة الإعلام بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج دورة الإذاعي الشامل التي ترتكز على الإعلام الإذاعي في عصر النهضة التكنولوجية المتسارعة ودخول وسائل التواصل الاجتماعي سعيدين بإقامة هذه الدورة التدريبية دورة الإذاعي الشامل في مملكة البحرين التي ينظمها جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بالتعاون مع وزارة الإعلام بمملكة البحرين هذه الدورة تأتي ضمن دورات عديدة يقيمها الجهاز على المستوى الحضوري على مستوى الأونلاين التي تأتي في مصلحة العمل الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون الدورة تحمل عنوان الإذاعي الشامل وتتكلم عن عدة محاور اللي يرتئيننا أن يتطلبها مفهوم الإذاعي الشامل اليوم طبعا اليوم الإذاعي الشامل في عصر السوشيال ميديا عصر الإعلام الرقمي يتطلب أن يكون عنده مهارات أكثر بكثير من الإذاعي الشامل في أيام الإعلام التقليدي إلى جانب مهارات الصوت، مهارات التقديم، مهارات الكتابة للإذاعة بعد عندنا مهارات تتعلق بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي صناعة المحتوى المرئي، التسويق للمادة أو للمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي فكل هذه المهارات إن شاء الله بنتطرق لها في دورة الإذاعي الشامل الدورة طرحت مواضيع مهمة منها المهارات الأساسية للإعلامي في صناعة المحتوى واستخدام الذكاء الاصطناعي إلى جانب موضوع صناعة المحتوى المرئي عبر الهواتف الذكية وتمارينا للتطوير مهارة الكتابة الإبداعية في هذه الدورة الإذاعية الشامل التي تنظم من وزارة الإعلام والتحاد إذاعة وتلفزيون الخليج متطلعين للخبرة التي نستفيد من خلالها في هذه الدورة التدريبية بمشاركة عدد من الإعلاميين والخبرة الموجودين اليوم في مملكة البحرين سعيدين بتواجد في المنامة وإن شاء الله الاستفادة تكون للجميع دورة الإذاع الشامل التي تأتي بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعكس حرص وزارة الإعلام على صغل القدرات الإعلامية ومواكبة التغيرات العصرية من أجل زيادة كفاءات العاملين في المجال الإعلامي